السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات كيف يمكنك التخلص من مقاومة الإنسولين تماما وشفاء منها بدون أدوية إذا كنت تعاني من مقاومة إنسولين فهذا يعني أن الخلايا في جسمك لا تستجيب للإنسولين بالطريقة الطبيعية والمثلة هذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنسولين وأيضا ارتفاع مستوى السكر بالدم ويمكن في النهاية أن يؤدي إلى مرض السكر نوع تاني ومقاومة إنسولين هذه المشكلة الصحية منتشرة بين عدد كبير من الأشخاص مئات ملايين الأشخاص حول العالم لكن معظم الحالات لم يتم تشخيصها ومعظم المرضى لا يعرفون أنهم مصابون بمقاومة الإنسولين لذلك يجب أن نهتم بهذا الأمر جيدا أنت إذا كنت مصاب بمقاومة الإنسولين فأنت قادر على التخلص منها معظم الأطباء ينصحون المريض بإنقاس الوزن عن طريق تناول كميات طعام أقل وبذل جهد وتحرك أكثر هي نصيحة عامة لكن الموضوع فعلا ليس بهذه البساطة أنصحك كي تتخلص من مقاومة الإنسولين بإجراء بعض الخطوات وبتناول أطعمة مفيدة لك لتسريع عملية التخلص منها لكن لا يمكنك إجراء ذلك أو اتباع هذه الخطوات إلا بعد سماع وفهم ما سأقوله لك تابع معي إذا سمحت مقاومة الإنسولين تحدث عندما تتوقف خلاياك عن الاستجابة لهرمون الإنسولين والإنسولين هو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا أنت في كل مرة تتناول فيها نشويات وسكريات وكربوهيدريت فإن هذه الأطعمة تتحول في جسمك إلى سكر ويرتفع السكر بالدم لذلك البنكرياس يفرز الإنسولين وفي الحالة الطبيعية الإنسولين يقوم بنقل السكر أو الجلوكوز إلى مكانه الطبيعي في الخلايا ويعود السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي لكن عندما تكون مصاب بمقاومة الإنسولين البنكرياس يقوم بإفراز الإنسولين وخلاياك ممتلئة بالسكر هي لا تستجيب للإنسولين البنكرياس عندك سيفرز الإنسولين وسيفرز بكميات مضاعفة لكن الخلايا لا تستجيب له الإنسولين سيرتفع في الدم وأيضا مستوى السكر سيرتفع في الدم هذا سيجعل من الصعب جدا عليك أن تفقد وزنك الزائد أيضا هذا الارتفاع سيجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض بينما في الحالة الطبيعية أنت حساس للإنسولين وتستجيب خلاياك له أنت تصاب بمقاومة الإنسولين عندما تكون مستويات الإنسولين في الدم عندك مرتفعة جدا ولفترة طويلة من الزمن أنت عندما تتناول الكربوهايدريت والنشويات يتم إفراز الإنسولين لديك ويرتفع السكر بالدم وأنت عندما يعتمد طعامك على الخبز والماكرونة والكروسان والمعجنات والحلويات وعندما تتناولها بكميات كبيرة وعلى مدار اليوم فستصاب بمقاومة الإنسولين خمس أو ست وجبات في اليوم وجبات أساسية ووجبات صغيرة لكن هي معتمدة على الكربوهايدريت تأكل باستمرار طوال اليوم وبين الوجبات ليس هناك فرصة لعودة الإنسولين إلى مستوها الطبيعي وأيضا سكر الدم أنت لا تترك فرصة وجبات متتالية ولقيمات وفواكه وموالح وبزر وشبسات ونقرشات طيب ما هو الحل السبب الذي يجعلك ترغب في تناول كميات كبيرة من الطعام هو عدم استجابة الخلايا للإنسولين الإنسولين سيرتفع في الدم وسيعترض هرمون الشبعوة يمنعه من الوصول إلى الدماغ دماغك إذن لن يعطي الأمر بالتوقف عن الطعام فهرمون الشبع تعطل لديك بسبب ارتفاع مستوى الإنسولين عندما تقوم باتباع نظام صيام متقطع صيامك سيحسن حساسية الإنسولين ويجعل الإنسولين مستقر وبالتالي سيعود هرمون الشبع للعمل من جديد الصيام المتقطع 16-8 يعني صيامك 16 ساعة عن الطعام في اليوم وتناولك للطعام بفترة 8 ساعات وجبتين 9 صباحا و 5 مساء على سبيل المثال وهنا طبعا أنت قطعت وابتعدت تماما عن الوجبات الصغيرة والوجبات الخفيفة المتعددة هذا سيكون له تأثير إيجابي ومفيد جدا لك وعظيم وفي الصيام المتقطع أنت بإمكانك شرب الماء وتناول المشروبات الدافئة بدون سكر على مدار اليوم وفي أي وقت كل ما ذكرته وبكل تفاصيله هام لشفائك من مقاومة الإنسولين والتخلص منها فتناولك للأطعم المفيدة لن يكون مجديا لوحده إذا لم تلتزم بكل الملاحظات والتوجيهات السابقة الآن سأذكر لك أهم الأطعم المفيدة للتخلص من مقاومة الإنسولين البيض من أهم الأطعمة وأكثرها فائدة وبشكل خاص صفار البيض هو غذاء هام جدا وفيه نسبة كبيرة من الدهون الصحية وهو لن يكون له تأثير على ارتفاع الإنسولين بإمكانك تناول 2 إلى 3 بيضات يوميا مع 3 ملاعق زيت زيتون وبياض البيض مفيد جدا ويمكن أن يكون له تأثير بسيط على ارتفاع الإنسولين لذلك في حال إصابتك بمقاومة الإنسولين لا تكثر من تناول بياض البيض إذن باختصار بإمكانك تناول 2 إلى 3 بيضات يوميا سمك السلمون فيه نسبة عالية من الدهون الصحية هو مصدر ممتاز للبروتين وأيضا سمك السلمون يساعدك على الشعور بالشبع لمدة طويلة فالإنسولين عندك مستقر وغير مرتفع عندما تتناول سمك السلمون زيت الزيتون من أهم الأطعمة وأكثرها فائدة وأيضا من أهم الدهون الصحية أنت عندما تتناوله هو على عكس النشويات التي ترفع الإنسولين بشكل كبير والبروتينات التي ترفع الإنسولين بشكل معتدل زيت الزيتون يكون له تأثير وفائدة كبيرة في تحسين حساسية الإنسولين لديك واستقرار مستوى الإنسولين وعدم ارتفاعه اجعل طعامك منخفض الكربوهيدريت غني بالدهون مع بروتين معتدل هذا سيحسن حساسية الإنسولين لديك يمكنك تناول زيت الزيتون وإضافته لطعامك بين العشر إلى اتناشر ملعقة يوميا أنت تضيف هنا لنظامك الغذائي دهون صحية رائعة ومفيدة ويمكنك استخدامه للطبخ في درجات حرارة معتدلة وأيضا يمكنك إضافته للطعام بعد الطهي وأيضا للبيض واللبن والأطعم المختلفة عندما أنصحك بتناول عشر إلى اتناشر ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون فأقصد ما تتناوله خلال يومك ووجبات طعامك وكل ما تضيفه للطعام من زيت الزيتون ليس بالضرورة أن تتناوله لوحده بدون طعام الأفوغادو هو من الفاكهة الغنية بالدهون الصحية والمفيدة لتحسين حساسية الإنسولين واستقرار مستواه وعدم ارتفاعه وأيضا هو غني بالبوتاسيوم الزبدي الحيواني والسمن الحيواني والبلدي من أهم الأطعمة والدهون الصحية وأكثرها فائدة لتحسين حساسية الإنسولين أنت عندما تقلل كمية الطعام وعدد الوجبات هذا سيساعدك في تحسين حساسية الإنسولين واستقرار مستواه في الدم وعدم ارتفاعه وأيضا عدم ارتفاع مستوى السكر في الدم والصيام المتقطع يساعدك في تسريع تقدمك وشفاءك والتخلص من مقاومة الإنسولين بشكل كبير وأنصحك أحيانا بتخطي الوجبة الأولى ووجبة الإفطار وعدم تناولها حتى الوصول لوقت الوجبة الثانية هذا مفيد جدا لك عندما تطيل وقت الصيام المتقطع وعدد ساعاته وبإمكانك تناول مشروب غني بالدهون في الصباح هذا سيساعدك على تأخير وجبتك الأولى حتى وقت لاحق من اليوم لأن المشروب الذي تتناوله يحتوي على دهون فقط وهو لا يحفز الإنسولين وهذا ما يسمى بصيام الدهون يمكن أن يكون مشروبك الصباحي هذا كوب من القهوة الساخنة مع الزبدة وأيضا يمكن إضافة ملعقة من جوز الهند لفنجان القهوة الغاية من كل ما تحدثنا عنه هو استقرار الإنسولين وعدم ارتفاعه وعدم ارتفاع أيضا سكر الدم واستجابة الخلايا للإنسولين بالطريقة الصحيحة وعودة كل شيء للعمل بسلاسة وبشكل طبيعي وبذلك تكون أنت قد تخلص تماما من مقاومة الإنسولين أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبي اللي ينضموا لقناتي وأصبحوا شركاء داعمين للقناة وعم يتواصلوا معي عبر واتس أب والأحبي اللي عم يسألوا كيف ممكن يتواصلوا معي عبر واتس أب بالضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب وممكن أيضا عن طريق مسينجر صفحتي على الفيسبوك إرسال رسالة عليها الاسم والعمر ومكان إقامتك وسبب الاستشارة وأيضا أرسل لي رقمك واتس أب أنا سأتواصل معك على واتس أب عندما ترسل لي هذه الرسالة تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته